يعاني أهالي حي جسمان في ناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل من تلوث مياه الإسالة بشكل كبير منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر إضافة إلى تلوث المياه والأمراض الناتجة عن ذلك تحمل المياه معها روائح كريهة وبالرغم من مناشدة الجهات الحكومية المعنية عدة مرات إلا أن أحدا منها لم يستجب حتى اليوم عندنا المي صالنا ثلاثة شر نداعي به المي خايز في ادنوب قادر في ادنوب رحنا المدير المجاري مع المي قال المي خالي فهنا استلمت جديد وديش تغل الرجال بس إحنا ما حد يعالجنا ويجلي هنا شن السالفة؟ ورحنا المختار والمختار هم ما يقصر والله وراحلهم وقللهم ما يخالف وهذول الأطفال لاكوا سبح لاكوا مي لاكوا هاي وتقر الجهات الحكومية بإشكالية تلوث المياه في حي جسمان لكنها تقول إنها تتابع الإشكالية وإنها تعمل على حلها بعد إجراء الكشف الموقع تبيننا هناك التداخل من هولات الخاصة بدارة المجاري مع الخطوط الخاصة بدارة الماء مثل ما تعرف هذا يعني أي خلل يصير بأي اشتراك يسبب تلوث وخاصة عند انطفاء وتشغيل المشروع حي جسمان أحد مناطق العراق التي تعاني من الإهمال والتقصير الحكومي الذي يتفاقم يوما بعد آخر